دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه السابع لم يختلف المشهد ووصل لاحتلال قصف الأحياء السكنية من شمال القطاع إلى جنوبه وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد شهداء إلى أكثر من 1500 شهيد بينما تجاوز عدد المصابين 6600 مصاب جراء العدوان فأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة شرف القدر العربي تعرض أحياء داخل القطاع لإبادة جماعية رسط انقطاع الكهرباء والمياه وحذر المتحدث باسم الأمم المتحدة من خطورة ما وصله من أنباء عن بلاغ للجيش الإسرائيلي بضرورة انتقال الفلسطينيين جمالي وادي غزة إلى جنوب القطاع قلال 24 ساعة ما يعني تهجير أكثر من مليون شخص من منازلهم المكتب الحكومي في غزة حذر بدوره من محاولة الاحتلال بث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة وصف ذلك بإحداث بلبلة بين المواطنين وأكد على ضرورة عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية ومن جهتها دعت وزارة الداخلية إلى عدم التجاوب مع رسائل نصية والتسجيلات الصوتية داعية المواطنين إلى الاحتماء والتوجه إلى أقرب مركز إيوة اللجنة الدولية لصليب الأحمر سألت أمس كيف ستمر الليلة على أهالي غزة مئات الألاف منهم لن يجدوا مكانا آمنا للنوم ومليون شخص يحتاجون أبسط مقاومات الحياة من مياه وكهرباء وسط كل هذا تعجز سيرات الإسعاف عن الوصول للمصابين هذه معاناة لا يستحقها المدنيون قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر